السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف اختلفت غيتا غيتا يوم الخميس يعني كانت بروفينت نرف تصل الحارس العام بخوها قال لي را ما جاتش هات الصباح عيت لي انا في تليفون قال لي را ما جاتش بشيت للمدراسة دخلت عند الحارس العام قال لي را ما جاتش رجعت مني وصلت 12 ونص بحلى كانت تقارية قد لاغيتا را اخوك تصل بالحارس العام وورا قال لي بانا كينما ودخلتيش هات الصباح لمدراسة تسكتات صافي بقت عادية ناضط تغدات هذا اخوها كيجي معا ثلاثة ونص من الخدمة ووصلت ثلاثة ونص بشي شوية صافي بزت شكرة وخرجت كيجي معا ثلاثة ونص بشي شعيرة وستونس تخرج جينيا مع السبعة قلتولوت وطولا سبعة المارو سنية ما جاتش من دك اليوم الى يومنا هذا ما عرفت على الخبر لوار ما را شاتنا ما را شاتنا كنت تقرأ في تانوية عين حرودة سين كيمان بيوف مش حكين شوية على غيزة وش غيزة كانت عادية طبيعية مع المرة خرجت أول مرة لقى لها المشكين غيزة عادية طبيعية اللي بغت تخرج كتخرج معنا أو تخرج أخوها أو أنا والأغلبية غيزة مدمنة على البيس هذا هو الأنيس ديالة التلفون ما عندهاش بقى قاصر عنده خمستاش العام معدلة التلفون اللي تتشح هاش لا لا كارت لوانو هذا ولتي بكيني آن يعني التال اللي تلقى بها ما يعرف هاش هاد شي اللي كي نولي دي بالنسبة للأصدقاء ديولان صحبتها كي نعنده وحدة وحدة اللي قال لي الحريس العام هاد قي صاحبتها آنتيم قالت لي يا الخميس الصباح كانت معايا ولكن في العشية حقها مش تاش ولكن الله يعلم مواش عارفه شي حاجة مستراها قولا العلم ولي الله ولدي هاد شي اللي عارفت أنا مورا درسوا يعني التاور ديولا في فيسبوك ما تواصل معكم تشوه حال قال لكم مراكينا في شي بلازات واحد سيد تاصل بخوها قال لي هرا شبناها في شبناها على حسب صويرة ديالها شبناها في الدخلات دياله معت طانجة أو شي حاجة قدري مش تلتم مع تلاتة الصباح مجتل بحال هاد الوقت لها فاتت هاد الوقت تلشي تسعود ولا معت العشرة الليل يعني مشى الطانجة قلب مشى الأصيلة مشى العريش ما خلا في مشى مسكي قلب غايت سطا جيتي بكي هادا هو المشكلة ولدي دبايا تكون خافت من الأخذين اللي يضربها ولا جاورة قد تكون خافت حي تتخاف منه قد خافت حي تسمعها بطلات ويقول لي علش بطلتي او شن هو السباب وفين كنتي هيك تخاملين اش غادي نقول ليك عمر لابخومياخ مفاتها لا في الابتدائي لا في الاعدادي ومع مرة خرجت في الاعدادي كنتدخل من الدار عديد دخل من باب الإدارة تخرجوا وتجي للدار ما كيش عدا الخروج لصنقه مع التلاميذة ولدي هنا را كتمشي تطرق هذه صاحبتها ولا هي كتطرق صاحبتها ويمشي ومشي 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 العلم لي الله ما عرفتش موسيقى نعم ريسات كل الناس اللي رأوا غيتا نعم ريسات كل الناس اللي رأوا غيتا شنوش بتقول اليون كان طلب الله ينزل في قلوبهم الرحمة ولا شفوها في شي بلاصة ولا في شي مكان ولا في شي طريق ديزة أو شي قهوة أو وقفة مع شي حد أو شي دار أو شي حاجة كان نشدهم وكان طلبهم لأنهم تهوا معدهم للأولاد تهوا مرة يحسوا بالكبدة دين الأم كديرا تنطلبهم نزل الله في قلوبهم الرحمة وتواصلوا معنا في هذا الرقم وتواصلوا في الفيسبوك مع مع الأخ ديالا رسالتك الغيتا نعم رسالتك الغيتا ما تريد تقول لها الغيتا إذا كانت تشوفك في هذا الفيديو ما تريد تقول لها الغيتا بنيتي لك تكت تشوفيني في هذا الفيديو رحميني يا أختي عرفاني أنا مريضة بنيتي عرفاني يعني الأمراض كلها عندي يا بنيتي عايشة غير بالدوع رحميني يا بنيتي ما تديهاش في اللي تيضحك لك تضحك الصفر يا بنيتي ما تديهاش في البنات ما عمرك ما أخرجتي ولا أدرتي شي خطأ من الخميسة اليوم رحميني يا بنيتي رحمين يا ربي يا رحمك الله رحمتين فهمتين يا بنيتي أنا كنناشد الله وناشدك بشترجعي للدار رو الله القسم ما حق عليك يديه شي واحد على حقاش أنا هي الأم ديالك رميتة شي واحد خوك ربغي لك غير الخير را غادي وتيبكي وجي تيبكي هذا هو هذه الحقيقة بنيتي خرجت ما خرجتش يعني هزة مع الفلوس حويج خرجت مع دلا فلوس لتشي حاجة هادشي لي خالعكم هادشي لي خلعني أنا هادشي لما كينا أوليدي عندها الفلوس لا كارت هاي لكارت ديال مبرسك هينارشتيها ما عنده بقام قاصر ما عندش لا كارت ناصنال يعني ما عندشتها هوية هذا هو يخلعني أنا في الدرية أنا ما عرفش أنا هادشي واش اختطفات أو الله أعلم ما عرفش أنا اختطفات شي حد أو شي واحد مزيغة أو شي حاجة ما عرفش أنا أوليدي عارف الحالة من الأم ومسي نجوكي كي يحس شنو الإحساس دياله كنحس أنها لابد غدت ترجع كنحس أنها لابد غدت ترجع لك أنت بقى في الحياة غدت ترجع وحتى اللي لمزيغة أو بنت ولا ولد اللي كان تويحس بأنني رصافي راني غير واقفة غير هكواك من الخميس ما نعس وما تنأكل كنش شربت غد وديالي ولا شربت مميها ولا شي حاجة أوليدي كنش شربت غدت كنش شربت غد كنش شربت غد كنش شربت غد لبيت يا لأوليدي لا يعيش يعني كنت من ثاني تم أنا أوليدي كنش شربت غد وكان أوليدي كنش شربت غد كنش شربت غد كنش شربت غد كنش شربت غد لك الكبدة ديالك وتحسي بها لا إله إلا الله محمد رسول الله لا شي كلمة دعب عليك هل تنصب بلا شي كلمة غيتها أنا راضي عليك في الدنيا والآخرة أنا بغيتك تكوني منص الخائفات الصابرات الخاشعات المصليات المرضيات المهديات ابنيتي أن هالصفات كلهم فيك العاليات السامية عند الله الله يحفظك بما حفظ به الدك الحكيم يا بنتي لك تي كتشوفيني يا ابني سي رحميني لأنني لما تسمشتك شراء ما بقى عندك تشح حتى بنتي لا إله إلا الله محمد رسول الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر